وصفها بخطوة غبية خلقت أزمة نقدية كان هذا عنواناً لتقرير موقع مدل إست آي البريطانية جراء تزيد حكومة السوداني ضيونها لإيران بعملة الدينار الذي مكن نظام تهران من استخدامه لشراء الدولار من خلال مزاد العملة الذي يشرف عليها البنك المركزي العراقي فضلاً عن الأسواق والبرصات المنتشرة في محافظات عديدة ما تسبب بالسنزاف كل من الكتلة النقدية للدينار العراقي والعملة الأجنبية على حد سوى تقرير مدل إست آي انتقد قرار الحكومة الذي أضاف ضغوطاً إضافية على الدينار في ظل انهيار قيمته أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع السهلاكية مبيناً أن القرار جاء بعد أزمة السيولة ظهرت لاحقاً أدت إلى تأخر الحكومة بدفع رواتب الملايين من موظفي القطاع العام ومخصصات التقاعد والتقديمات للمستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية ميدل إست آي نقل عن مسؤولين حكوميين قولهم أن نظام الدفع الجديد لديون إيران على العراق تم اعتماد خشية تجدد التظاهرات المناهضة للعملية السياسية برمتها في حال جددت إيران قطع امدادات الكهرباء والغاز عن العراق ضمن وسائل الافتزاز التي تمارسها الانتزاع ما تقول إنها استحقاقات مالية على الحكومات المتعاقبة خبراء اقتصاديون أكدوا أن قرار دفع الديون لإيران بالدينار غير مدروس وسيؤثر على اقتصاد العراق الهش والمنهار أصلاً في ظل وجود منافسة كبيرة على العملة الأجنبية والسعداد المضاربين لدفع أي ثمن مقابل ذلك مع وجود فضاء واسع للتهريم وتبيض الأموال تديره كتل وأحزاب وميليشيات